رغم انتصار فيلم النادي الرجال السري لقيم العلاقة الزوجية السليمة ولكنه أخطأ في أحد مراحل الفيلم وحاول يقدم تبريرات للرجالة اللي بيخونوا زوجتهم الخيانة مستحيل يبقى لها مبرر ولا يقوم بيها إلا الراجل الدنيء صح كده؟ آه لا ده موضوع مفيهوش زار طب ما تكملي معنا للمراجعة طيب ألف سلامة ألف سلامة واضح ان احنا مخترقين أحداث فيلم النادي الرجال السري بتدور عن شخصية أدهم دكتور سنا ناجح وعضو مؤسس في نادي الرجال السري أدهم متجوز هاجر زوجة غيورة ما بتديلوش مستوى الاهتمام والرومانسية اللي هو محتاجهم فبيبتدي اعتاد خيانتها باستخدام موارد نادي الرجال السري اللي بيخدم أعضاء تانيين وبيساعدهم عشان يلعبوا بديلهم مغامرات أدهم بتلفت نظر فؤاد اللي برضو عاوز يلعب بديلو بس مش عارف ازاي فأدهم بيقرر ياخده تحت جناحه ويخليه عضو في نادي الرجال السري ويعلمه سر الصنع في نفس الوقت اللي تعدد علاقاته بيبتدي يحطه في خطر انه يتقفش من مراته فيا ترى ايه اللي حيحصل خلونا نبتدي المراجعة دي من نفس النقطة اللي انتهت عندها حلقة التريلر رياكشن أنا عن نفسي التريلر ما عجبتنيش وكان عندي تساؤل بسيط هل التريلر ظلمت الفيلم؟ ولا الفيلم نفسه فقير وما يطلعش منه أكتر من كده تريلر الفيلم كانت فوضوية ومليانة تقطيع كتير والنكت اللي فيها ما كانتش مبهرة قوي مع الوضع في الاعتبار ان احنا بنتكلم عن فيلم كوميدي فأولا هل الفيلم نفسه كان فوضوي؟ ما قدرش اقول انه كان فوضوي ولكنه حط تركيزه في المكان الغير متوقع وكان عنده حواديتين فيهم شيء من الغرابة أنا كنت متصور ان الفيلم حيركز على تحول شخصية فؤاد من راجل غلبان لواحد مقطع السمكة ودلها ولكن ده كله طلع في الآخر قصة فرعية قصة الفيلم الرئيسية هي أدهم وعلاقاته ومغامراته عشان يتجنب مرأبة مراته باستخدام خدع وألعيب نادي الرجال السري وده لا غلط ولا وحش هو بس خلى شخصية فؤاد غير ضرورية وكان ممكن نحس انها يمكن الاستغناء عنها لولا قيمة الممثل اللي بيجسدها الفيلم أخد حوادياية غريبة شوية في منتصف أحداثه بتحويل شخصياتنا الرئيسية لهاربين وحوادياية تانية غريبة شوية قرب النهاية ختمت القصة بتاعتنا بشكل متسرع شوية غير كده وللمفاجأة القصة كانت متماسكة بدرجة أكبر بكتير من اللي ممكن أتمناه في فيلم كوميدي طب هل الفيلم كان مقطع أكتر من اللازم؟ لو المقصود هنا هو تقنيات الفيلم بشكل عام فماقدرش أقول إن كان فيه أي مشكلة ملحوظة ومفيش إنجازات ملحوظة برضو بس للأمانة ده شيء عجبني خالد الحلفاوي عمل اللي بقالي سنين بطالب بيه أخرج فيلم عشان يدحك مش عشان يبقى قيم فنيا وتقنيا لما كان عنده مشهد فيه راجل بيحاول يتجنب ست في سوبر ماركت همه الأساسي ما كانش إنه يبقى مظبوط منطقيا همه الأساسي كان إنه يدحكك في كل حركة وفي كل كلمة وأعتقد إنه نجح في ده بعد ما شاهد الفيلم كانت بتدحك رغم إنه ما فيهاش نكتة أو إفيه وأعتقد إن ده بقى شيء نادر جدا في السينما المصرية طب هل الكوميديا اللي في التريلر هي فعلا أفضل كوميديا موجودة في الفيلم؟ لا طبعا ده يمكن العكس تماما ده زي ما يكونوا اختاروا أقل اللحظات لكل شخصية ولزقوها مع بعض وحطوها في التريلر لا بجد يعني أكرم حسني مثلا ليه مشهدين في الفيلم واحد ما دخلش دماغي والتاني حبيته جدا خدوا المشهد اللي ما دخلش دماغي وحطوه في التريلر الفيلم مليان لحظات لطيفة ولحظات ضحك ولحظات ضحك بصوت ولحظات ضحك بصوت يعتبر رعيب يعني ده كلام أكاديمي وموجود في المراجع النقدية على فكرة ليقولك أقصى درجات نجاح الفيلم الكوميدي هي إنه يطلع منك صوت يعتبر رعيب يعني سر نجاح الكوميديا في فيلم نادي الرجال السري هو تصادم تلت عناصر رئيسية الكتابة الذكية والأفكار الأصلية والممثلين اللي دمهم خفيف الفيلم ذكي فعلا مكوناته ممكن تكون قليلة بس خلطتهم مع بعض كانت يا إما بتطور القصة يا إما بتوفر فرص للضحك وفي أحيان كتير كانت بتعمل اللي كنين مع بعض وده دليل لنضج كبير في أسلوب كتابة أيمن وطار لأن في عملينه السابقين اللي أنا شفتهم يعني اللي هم مسلسل الوصية وفيلم الكويسين تركيزه الأكبر كان على توفير فرص للضحك وده كان فيه مخاطرة كبيرة لأن لو النكت مش أصلية أو رخمة أو لو النكت تمام بس الممثلين والشخصيات هم اللي رخمة التسلسل كله بيا نهار لكن المرة دي تقدر تقول إن الكوميديا ما بتضحيش بالقصة وحتى في الحواديات الغريبة اللي أنا قلت عليها دي القصة ممكن تكون ترنحت شوية ولكن كان عندها أعذار كويسة يعني في الحوادياية التانية كانوا عاوزين يخلصوا الفيلم وكانوا عاوزين رسالتهم في موضوع العلاقات ده تبقى واضحة لسه أعتقد إنها كانت ممكن تتعمل بشكل أخف من كده بس مش مشكلة أما الحوادياية الأولانية فوصلتنا لأكتر لحظات مضحكة في الفيلم كله التسلسل اللي فيه أدهم وفؤاد بيهربوا وبيتحولوا لشخصيات تانية تماما بحكم التعود وبعدين التعليا المخيفة اللي حصلت بظهور أحمد أمين المشهد ده من أفضل لحظات الكتابة الكوميدية والأداء الكوميدي اللي شفتهم في حياتي يمكن من المجحف شوية أني أبروز المشهد ده بالتحديد على مستوى الأداء الكوميدي لأن في باقي أحداث الفيلم الكل كانوا في أفضل أحوالهم كنت قلقان من أن كريم عبد العزيز يكون فقط طقت الكوميدية ولكن الحمد لله ده مش حقيقي الراجل فعلا في أفضل أحواله كان عندي ألأ من أن حمدي المرغاني وأكرم حسني وباقي الأدوار الشرفية يكون دمهم تقيل بس الحمد لله ده مش حقيقي وأصلا حمدي المرغاني دوره مش شرفي كان عندي ألأ من البطولة النسائية المتمثلة في غادة عادل ولكنها الحقيقة كانت هيلة سواء في الأداء الكوميدي أو في الأداء الغير كوميدي وما كانش عندي أي ألأ من مجد الكدواني والحمد لله دي الحاجة الوحيدة اللي توقعاتي فيها كانت في محلها فندايك يا جماعة حنعدل على فندايك كمان؟ نادي الرجال السري هو أفضل فيلم كوميدي مصري من ساعة بشتري راجل ذكي وبيضحك وبيدينا فرصة عشان نقضي وقت مع ناس دمهم خفيف الفيلم ده رجع لي الإيمان بأن الأفلام الكوميدية مش مفروض تبقى بالصعوبة دي وأن المشكلة كلها في أن الآخرين كانوا بياخدوا الطريق السهل وكانوا على وشك أنهم يجبوا لنا تخلف عقلي تقييمي لفيلم نادي الرجال السري هو 8 من 10 ولما تنزل كلمة النهاية ما تقوموش تمشوا استنوا لأن في مشاهد أخطاء وبلوبرز جمدة جدا في تتر النهاية منقشة الحلقة بعد عودة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني للعمل مع بعض بعد 15 سنة مين الثناء التاني اللي نفسكم يرجعوا ويشتغلوا مع بعض؟ ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وبي باي